في هذا الفيديو سنشرح طريقة تنظيف القرص C أو أي بارتيشن موجودة عندك على الجهاز كيف نجعل الكمبيوتر أسرع عبر التخلص من بعض الملفات التي لا تظهرها عندك فقط هي تأكل من مساحة الجهاز عندك وتجعل الكمبيوتر عندك جدا بطيئ السلام عليكم جمعكم وحالكم إن شاء الله ستكونوا بألف خير معكم أخوكم أحمد رجاءت لكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد مقطع اليوم جمعة الخير سنحاول أن نزيد من مساحة القرص C أو أي بارتيشن موجودة عندك على الجهاز عبر تنظيفه من بعض الملفات اللي بتكون على الجهاز ومش ظاهرة وغالبا مش مفيدة ومش مهمة إلك لكن تاخد مساحة كبيرة من الجهاز وبتخلي الويندوز والجهاز عندك يصير بطيء جدا عشان هيك رح أوريكم الطريقة الصحيحة للتخلص من هاي الملفات نخلي جهازنا أسرع بكتير وننظف الجهاز Let's go أول خطوة نروح على setting بشكل هذا نروح على system ونيجي هون على خيار storage بشكل هذا نفعل خيار storage sense يخوان storage sense هذا الخيار جدا مهم عشان يخلي النظام أنه يكتشف تلقائيا الملفات المش مهمة عندك على الجهاز وبيحاول دايما أنه ينظفها ويشيلها أوكي يا إخوان زي ما تشوفون هون عندنا apps and features زي ما تشوفون هون إخوان 108 جيجا بايت يعني التطبيقات الدسكتوب عندي 11 جيجا ملفات temp يخوان temporary files 6 جيجا فاصلة 3 documents 2 جيجا ونص other 2 جيجا فاصلة 3 نأتي مثلا على apps and videos هاي التطبيقات الموجودة على النظام وعلى windows كل هاي التطبيقات يا إخوان رح نرجع إلها بعدين هاي التطبيقات رح نيجي هون مثلا على الدسكتوب كمان بيوريك مثلا الملفات كل الملفات الموجودة على سطح المكتب الخاص بك إحنا ما عندنا بها غرض نأتي هون على temporary files إخوان هاي الملفات المؤقتة كل هاي الملفات مش مهمة ومش ضرورية موجودة على جهازك لما نشوف هون مثلا recycle bin من الملفات اللي أنت حاذفها لكن هذا الخيار أفضل أنه ما تعلم عليه روح على سلة المهملات وشوف لو فيه ممكن يكون فيه ملف لسه أنت بدك إياه وبدك ترجعه فحاول أنك ما تأشر على الخيار هذا لو ما فيه أي ملف عندك مهم في سلة المهملات تقدر تأشر عليه الخيار الثاني windows update clean up هذا الخيار جدا مهم عشان مؤخرا عملت update للwindows هاي ملفات بيخليها النظام يا إخوان من الإصدار القديم وكمان الإصدار اللي جديد كما ترون هون 4.2 جيجا بايت حبيبو والله لازم يحذفها كمان download هون download الملفات اللي تم تحميلها بفضل تشيل عنه علامة الصح وتروح على download هون تروح على download في المكان هذا وتشوف كل هاي الملفات لو فيه ملفات لسه أنت بدك إياها حاول أنك ما تحذفها لا تأشر هون على الخيار هذا بنسبة لباقي الخيارت هاي إخوان تقدر تأشر عليها كل هاي الخيارات بفضل أنك تأشر عليها تأتي هون تضغط على remove files عشان يتم حذف كل هاي الملفات يا إخوان زي ما نقول لكم هاي الملفات كلها مؤقتة لكن تستهلك من مساحة القرصة السي عندك وتخلي جهاز عندك جدا بطيء لازم نتخلص من هاي الملفات بين كل فترة وفترة يفضل أنك تتخلص منها نرجع بالشكل هذا يا إخوان مثلا زي ما نقول لكم نروح هون على apps and features هون مثلا نيجي على 3D viewer مثلا هذا الملف ما بدي إياه رحاول أنه أهدفه رح تيجي هون مثلا الفوديشوب واخد 2.8 جيجا بايت رح تشوف الملفات اللي واخد حجم كبير مثلا عندك ملفات بتاخد 5 أو 6 جيجا بايت تشوف مثلا الملفات اللي انت ما بدك إياها حاول أنك تحذفها احدف كل البرامج لما بتحتاجها زي مثلا هذا ما بديش إياه Xbox console opinion ها حذفه Xbox game bar هذا أصلا أنا مطفيه Xbox live رح ها حذفه ما بديش إياه كل هاي تطبيقات اللي انت مش محتاج لها حاول أنك تحذفها وتخلص منها عشان تسرع من جهازك زي ما بتشوف هون لسه بيعمل سكان الملفات التيمب وراح يحذفها خلص انت سيبه بس وخليه يعني حتى يخلص على كيفه زي ما تشوفون هون اخوان نتخلص من ملفات التيمب لما نرجع مثلا على الملف بالشكل هذا رح تلاقي الملفات اللي احنا ما أشرنا عليها زي الدونلود والملفات هاي تقدر يعني تحذفها مرة تانية هون نقدر نيجي بعدها يا اخوان على مربع البحث نكتب كلمة رن بالشكل هذا ونيجي هون نكتب كلمة تمب هذا الشكل يا اخوان ملفات التيمب كمان تقدر تحذفها من هون نعمل select all نحاول انه نحاول انه نحذف كل هاي الملفات نغطي سكيب هون سكيب مرة تانية خلص بيق الملفات ممكن انها ماتن حدف تيجي هون نفس الشي الرن مرة تانية نيجي هون لكن هاي المرة بيفضل انك تحطها بالشكل هذا حطها هذا الشكل اوكي كل هاي الملفات اخوان select all زين بتشوفون هون لما نيجي نشوف البروبريتر زين بتلاقيها 2 جيجا بايت هاي الملفات حاول انك تحذفها بالشكل هذا continue زين بتشوفون هون كل هاي الملفات try again نقشر مرة تانية ونضغط على escape خلص ما بدناش اياها نحذف هاي الملفات عشان لسه النظام بيحتاجها لما ترجع مثلا ستلاحظ انه صار في فرق عندك بالنسبة لمساحة التخزين ورح تتخلص من كل الملفات يعني اللي مش ضرورية عندك بروبريتر اخوان نضغط على disk clean up لما نيجي مثلا على المكان هذا تقدر تأشر على كل هاي الملفات بستنة زين مجرد بن نضغط على ok delete files عشان يتم حجف كل ملفات الكاش وملفات temp اللي احنا مش محتاجينها تقدر مثلا نيجي مثلا نضغط على ok نطلع من هذا الشكل خلص هيو خلص نرزع مرة ثانية للrun نكتب كلمة run بالشكل هذا ونحدف ملفات الbrefit اخوان الbrefit مش محتاجينها نكتب كلمة بريفت بالشكل هذا نضغط على continue لا تخاف يعني هاي ملفات مش ضرورية من نسبة للنظام لكن بتاخد مساحة كبيرة من الجهاز كمان بتستهلك من موارد جهازك بتخلي الجهاز عندك بطي حاول انك تحدف كل هاي ملفات ملفات التم والbrefit خطوة اخيرة بفضل تسووها نروح على control panel بالشكل هذا control panel program and features بالشكل هذا راح تتيح هون وتشوف الملفات اللي انت مش محتاج هاي هون في العاب في برامج في تطبيقات ممكن انت ما بتستخدمها اصلا مش محتاجها فحاول تدور عليها مثلا راح نشوف مثلا محاكي ميمو هذا يخوان اللي عملنا عنه شرح تقريبا قبل يومين مثلا هذا المحاكي ما تريد شيئ تقدر تحدف من هون uninstall and change لكن في طريقة افضل بكتير عشان لما تحدف من هون uninstall ما بيتم حدف من جذور يعني بيترك ملفات وهذه خطوة جدا سيئة للامانة تيجي تطعب الشكل هذا نروح على برنامج Revo Uninstaller Pro هذا البرنامج سبق وشرحت على القناة وضع لكم الفيديو في اول تعليق هذا البرنامج سنجي على محاكي ميمو من بشكل هذا Uninstall نقشر هون وهون Continue سنحدث البرنامج والمحاكي من جذور هذه الخطوة تستويها للبرامج وللالعاب كمان نفس الطريقة المهم تطلع لي هون ايقونة حدف البرنامج نأتي هنا مثلا نقول انه اسباب ثانية ودي الشغلات Summit Uninstall سنحاول انه نحدث المحاكي نستنى حتى يتم حدف بها جميع البرامج هون لدينا Finish بالشكل هذا سنأخذ الموقع الرسمي ونأتي هنا على الايقونة ونضغط على Advanced ونضغط على Scan بالشكل هذا لكي يدور على الملفات التي تركها المحاكي وما حدفها نأتي هنا ونجد كل هذه ملفات موجودة كما تشاهدون تخيل كل هذه الملفات ما حدفها وما تم حدفها انت Yes بالشكل هذا ونضغط على Close وهيك تخلصنا من المحاكي بصفة نهائية واي برنامج واي تطبيق واي لعبة كمان رح تسوي لها نفس الطريقة عشان تحدث فهوما تصير عندك مشاكل في النظام اتمنى تكون استفدتم من الشرح لا تنسوا زي ما قدتلكم تشتركوا في القناة فعلوا زر لزر اشعالات على الكل بنحط شروحات مفيدة شروحات لحلول مشاكل الكمبيوتر مشاكل الالعاب وشروحات لتسريع الالعاب وكل هاي شغلات تلاقوها على القناة يا إخوان لايك لهذا الفيديو عشان ينتشر يوصل لأكبر عدد من الناس يا إخوان تعليق أسفل الفيديو الله يسعدكم يا رب بضل شغرة واندعكم على من ان شاء الله شوفكم في مقطع ستوري سنتوني قادم سلام عليكم ورحمة الله